هنا دوار شهير في الغيظة الناس يستمتعون بيومهم في المطاعم والشوارع العامة تواجد الأطفال مع ذويهم ودونهم في انعكاس لحالة أمنية عالية تخضى بها المهرة نحن هنا آمنين من الأمن والاستقرار وبعد عن البلطجة وبعد عن كل شيء أصبحت الوحيدة المحافظة كلها هي الوحيدة المحافظة الأمنية يعني من ناحية الأمن والاستقرار يعني الحمد لله كما تنظروا شوفوا كل شيء تمام ولا بأي إشكالية ولا أي خوف والحمد لله تمام كويس الوضعين بالمهرة بالنسبة بالذات للمهرة تمام والأمن فيها وكل شيء فيها تمام استغر يقف هؤلاء على حماية أحد المقار الحساسة التعاون الأمني بين الحكومة الشرعية والتحالف دعم الشرعية ساهم في استثباب الأمن ومكافحة التهريب ما عزز من زوح رؤوس الأموال من المحافظات الأخرى إلى المهرة التي نهضت بالمدينة تلموياً الوضع الأمني في محافظة المهرة الوضع طيب إن شاء الله من جانب أخوان التحالفة العربي في وقوفهم في أبناء في اليمن بشكل عام وخاصة في محافظة المهرة وقوف شيء يكتب لها التاريخ الفرق هنا ما شاء الله المنطقة هذه هادية ما شاء الله الحمد لله أنا أتمنى أن لا يصير زعج فيها أبداً مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ساهمت بشكل كبير في هذه التنمية من الكهرباء إلى المشاريع الصحية والمائية في المحافظة حالة أمنية فريدة تعيشها مدرية الغيطة ومحافظة المهرة بشكل عام انعكست هذه الحالة على الوضع التنموي في المحافظة عبد المحسن الحربي لقناتي العربية والحدث الغيطة اشتركوا في القناة